بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله يا شباب جيناكم تاني تكملة للسلسلة اللي هي بديناها أساسيات League of Legends الفيديو الأول في له شرح عام عن الأساسيات كلها اللي ما شافوا أو قبل ما تشوفوا الفيديو هذا أنا أنصحك ترجع تشوفوا على أساس ترتابع معايا وتشوفوا إحنا فين واصلين في الفيديو السابق قلنا الأساسيات اللي طالع في الميني ماب كل ما تقتل منينين ولا تلاتة وتطالع في الميني ماب قبل ما تهجم على أي أحد وشي تاني اللي هو استخدام الفنكشن كيز عشان تشوف إيش صار في الليناتة الثانية هذه الاثنين اللي هنتكلم عليها اليوم بالتحديد والبقية إن شاء الله في فيديوهات نبدأ بتطالع في الميني ماب كل ما تقتل منينين طبعا مو شرط منينين ممكن كل ثلاثة منينات أو ممكن كل منين واحد وممكن بلاش منينز ممكن تستخدم تايمر وراك يعني في ناس شفتهم استخدموا التكنيك يجيب مترونوم ولا يجيب أي حاجة يجلس تشتغل كده كل خمسة ثماني تطلع له صوت يفتكر لما نسمع الصوت هذا يطالع في الميني ماب طبعا لين ما تتعود عليها بنفسك وتصير أول بأول تشوفها إنت يعني خلاص عيونك وعقلك الباطن نشوفها كل شو إيش الميزة وإيش الفائدة بكل بساطة إنت هنا support هنا حاطة وارد حاطة وارد مع أنه إنت حاطة الواردز هذه يعني ما حتسفل من الواردز اللي إذا أنت شايف إذا في أحد جاي ولا لا والجنقلر حقهم واصل هنا وإنت ما أنت شايفه لو إنت ما طالعت في الميني ماب الشي الطبيعي اللي حيصير لو support color يسوي ينقيج ويدخل ما حتلاقي إنه هذا جاي في الطريق وحتنقاتل موتة بلها على كلام فاضي فإنه أنه إنت تستغل كون أنه إنت حاطة وارد طبعاً لو إنت ما إنت حاطة وارد هذه مصيبة هذا كلام أنا أتكلم على ناس أعطين وارداتهم زي الناس اللي وادم شايفين الطريق شايفين من جاي وقبل ما يدخل أي دخلة يطالع في الميني ماب عشان يشوف إذا في أحد جاي في الطريق طبعاً ما في أحد جاي في الطريق يعني الجنقل حقهم مو موجود هنا هذا كلام يعني هذا مو معنى أنه مو موجود قريب بس أقلها إنت سويت اللي لازم تسويه على أساس تتأكد إنه قبل ما تدخل إنت شايف أحد الأولى إنه والله عشان التانية على أساس برضو التانية في الثالث لو أنت من الناس اللي كل شوية تطرف الطالع بعينك على الميني ماب وتشوف في أحد في الميني ماب ولا ما ممكن حتى الطالع تنفع تيمك في الجنقل شفته هنا قريب من المد ولا شفته هنا هتقر تلحق تسوي بينك على التيم عندك فوق ولا مد ترى أنت بجهينك زمان كانت الناس تزعل لما أحد يسوي ما أحد يقول ما يقول أساس في اللين ما في مسؤوليتك لما تموت في اللين من جنقلر المسؤولية التامة يعني تروح على عاتقك أنت ما هي مسؤولية أي أحد تاني ما في أي أحد تاني مسؤول عن لينك إلا أنت ما في أي أحد تاني مسؤول عن موتك إلا أنت ما في أي أحد تاني مسؤول عن أنه الجنقل جاءك وإنت ما انتبهت إلا أنت ما في أي أحد تاني مسؤول أنه المد لينر ولا التوب لينر جائلا عندك وقتلك إلا أنت لازم انت تكون مورد زي الناس الوقت ولازم انت في نفس الوقت قبل ما تسوي اي حاجة كل شوي بتطالع طالع افتح عيون اديها عيون وطالع زي الناس فهذه هتعطيك يعني مور ماب اويرنس ماب اويرنس ايش يعني ماب اويرنس ترجمة الحرفية العربية لها تطالع في الخريطة او محتفظ او شايف الخريطة كلها عندك منتبه ومتنبه متنبه للوضع العام ومتنبه ليش بيصير في الخريطة وعندك رؤية عامة للمجال كله مو بس والله انت في البطلين ولا انت في المدلين وجل استفرم والعدم اللي قدامك في توب في بط ولازم تشوف ايش صاير طول الوقت على اساس يكون فاهم طبعا الميزة التانية واللي هي شوية مور ادفانسد انه والله يعني انا ليش ابقى طالع في المينيماب كل شوية على اساس ابغى اشوف يعني مو بس ابغى اشوف الجنقل يعني اوكي انا شفت الجنقل موجود هنا قريب ولا بعيد ولا بيسوي لي حاجة ولا ما بيسوي لي حاجة هذه ميزة الميزة التانية انه والله انا لبن ادف اللين انا مسلا بلعب مت انا ادف اللين انا خاف ان ادف اللين لو لو البط حقنا بوشت علينا ولا لو البط حقنا بوشت علينا ولا لو شفت الجنقل هنا قريب ولا هنا قريب ليش لانه لانه صعب يعني ما تدري ايش ممكن احد يجيك من هنا ولا من هنا او انت تسوي بوش ممكن الشباب يجوك من وراك على اساس توكاتشو فماباورنس is very good في الشغلات هذه اه لا والله احنا مسوين بوش بوت كامل احنا طبعا التيم الازرق احنا وصلين اللين هنا انت تبقى تشوف انه انت واصل اللين هنا ليش عشان وقت تنزل تسوي دايف انا قلت حتكلم على حاجة اسمها المينين كراش دايف قبل كده كتير هذي حنتكلم عنها هذي من الحاجات الاساسية اللي تجهز لك انه انت تسوي حاجة عشان تسوي تور دايف مع التيم حقك عليه او انت ما انت شايف ايش صاير في البوت ولا انت شايف الصاير في التوب ما حدقى تقرر فطالعت في الماب لقيت البوت حقك مسوين بوش كويس الين هنا واصلين اه بعدين نزلت طالعت عندهم تحت سويت الفنكشن كي اللي قلنا عليه ما تركز عليه جفتها بالبني ماب بعد ما شفتها بالميني ماب قلت او ابغى اشوف تحت الفنكشن كي تحط على كي يعني على كل واحد من اخويانك تحط عليه علامة او بطن في الكيبورد لما تضغط عليه على طول يشيلك علامة فشفت انه اللين مسوي بوش بعد ما اللين سوى بوش بسرعة شغلت الفنكشن كي لقيت عندهم تبع مينيونز ولا تسع مينيونز يعني اللين باجباري حيدف على المينيون تاور انت ايش تقوم تسوي تقوم تسوي شب وبعدين طبعا تنزل من هنا عشان ضايف طبعا المفروض انه في وارد زين ناس هنا ووارد زين ناس هنا اذا ما في انت متأكد ان الجنغل ما هو هنا على اساس والله ما يجيق تلك انت متأكد ان الجنغل حقهم يعني اوي هنا شفتوه طب هنا بالسرعة انت جري على طول تسوي شب للي وتنزل تحت عشان تحاول تسوي تاور ليش نسوي تاور دايف والله على اساس تحت في كلين وتاور فممكن تاخد كلين وتاور في المقابل طب ما ياخدوا ولا شي لو تلاحظوا يا شباب هذي كل هذا ما قدرت تسوي الا عشانك انت بتطالع بتشوف الماب شايف ايش بيصير في الماب رحت بعدين على اللين هداك وشفت ايش صار في اللين وبعدين اتخذت قرار والقرار هذا لما انا اتخذته اتخذته بطريقة سليمة مشيت على خطوات متناسقة متوافقة على اساس توصل للقر انه والله انا اقدر اسوي دايف اقدر اخوش تحت التاور يفيني يا شباب مش انا بمزاجي في اي وقت شفت كده مشيت ونزلت ما انا بغى نسوي لي زي كده انا دايما اقول اي حاجة لازم اي حاجة تسويها فلول لازم تكون مبنية على اسس محددة الاسس هذه الفكرة فيها واضحة ترى الجيم والله سهل لو انت تغير طريقة تفكيرك من تفكير عشوائي لتفكير منظم ومنطقي هتبدأ تعرف والله كيف تتحرك وانت سيف من دون ما تموت من دون ما تنكفش من دون ما تغلط من دون ما تحط في نفسك في مواقف محددة وهذا الفرق بين بين لعب يعرف ماكرو ويعرف كيف يتحرك في الماب ولاعب ما يعرف ماكرو ممكن تكون محترف بالشامبيون حقك لا بعد الحدود بس عشان ما تعرف كيف تتحرك وكيف تنزل وكيف تطلع وكيف تروح وكيف تيجي تحط نفسك في مواقف جدا سيئة وتموت موتات مرة بلها وتخسر تيمك الكيم طبعا الكلام هذا كل ما كان أكبر عدد في التيم يعرف الكلام هذا كل ما زادت إمكانية نجاحكم طبعا الكلام هذا في برونز وفي سيلفر وفي جولد وفي بلات حتى لين بلاش دايما لين بلات ما يعرفه يا شباب قون أنه أنت تعرف المعلومة هذه فقط أو أنت تستغل الفكرة هذه أنت حتكون عندك أفضلية على مجموعة ناس ممر لكثيرين بس لأنه عندك وبس لأنه أنت بتطالع في اللينات التانية وبتاخد أكشن الأكشن هذا أو بتاخد إجراء الإجراء هذا تتبع فيه الخطوات اللي لازم تتبعها عشان تأخذ الإجراء هذا وإنت سيف وإنت متأكد أنه أنت ما حيصير شي يخلي الإجراء هذا يفشل أوكي يا شباب فزي ما قلنا أول شي أبقى تطالع في المنماب أبقى تبقى كده اليوم مع نفسك تحاول تبدأ من اليوم بعد كل من ينين تطالع في المنماب ما بقى تطالع زي كده تلوف وجهك لا إذا أنت من الناس اللي عينوا اليمين برو دومننت طرح فيه ناس عينهم اليمين دومننت وفيه ناس عينهم اليسار دومننت أبقى وإذا أنت عينك اليمين دومننت المنماب عندك في اليمين وكل من ينين أبقى كده تركز تطالع فيها في اليمين مو تطالع فيها تحرك وجهك لا تحرك وجهك هذه مشكلة في عينك اليمين انت طالع فيها. اذا انت العين اليسار اللي هي البرو دومنت عندك تحط الميني ماب في اليسار وباقي تطالع فيها باليسار. اوكي. كل من ينين يا شباب. اذا ما قدرت كل من ينين ابدأ بكل ثلاثة. اذا ما قدرت ابدأ بتايمر يطلع صوت كل خمسة ثواني. هذه انا اؤكد لكم جميعا هتستفيد منها. انت بنفسك هتلاحظ انه انت بديت تنتبي على اللينات التانية. على الجنقل فين بيروح. على 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 وتبدأ تقول لتيم حقك انتبه. انتبه انتبه. فهذه هذه الحالة اذا ما فادتك انت شخصيا في لينك حتفيد اللينات التانية في التيم. الشي الثاني ما ابغاك يعني مو بس بعد كل من ين. ما ابغاك تفكر تسوي يعني ايش يعني زي كده تبغى تضاربه. قبل ما تفكر تضارب مع الادم اللي قدامك. ايش ما كان الادم في اي لين قبل ما تدخل او مد. انت هنا وابغى تضارب مع هذا. انت مد ابغى تضارب مع هذا. انت بوتس سواء سابورت ولا ايه. ما تتضارب الا انت طالعت في الميني ماب. يا اخي ما تدري ويمكن في اللحظة هادي الجنق الجاي قريب منك. ما تدري يمكن في اللحظة هادي مد مختفي ما هو باين. ما تدري يمكن في اللحظة هادي طب مختفي ما هو باين وعنده تي بي. فضروري يا شباب. ما تاخد الدسجين هذا او ما تطب. اريد اقول لكم انتم. لا طب. الين تطالع في الميني ماب وتشوف وتتأكد انه ما في احد في الطريق. الشي الثاني اللي هو كيف نستخدم الاف فونكشنز هادي وكيف نستفيد منها. طبعا زي ما قلنا اشياء. طالع في الميني ماب بعد ما طالع في الميني ماب تشوف اللين. فعندك طريقتين. يا تنزل على الميني ماب تضغط عليها بنفسك. يعني او رايح على الميني ماب كليك هنا ولا كليك هنا وكليك هنا بسرعة وارجع. ولا في طريقة اسهل واريح تخلي يدك يعني يصير انت بالماوس يعني ما تحرك اي حاجة بيدك اليسار في الك بورد تستفيد منها وتستغلها. اول شي نبغى نشوفه. حاجة يعني كل التيم حاجة. تبغى تروح على الهوت كيز. وتبغى تروح على الكاميرا كنترول. وتبغى تعين على كل واحد من الشخصيات اللي في القيم. زر طبعا انا حاطط F1 على نفسي. F5 على اللاي 1. 4 3 2. هذولا ترتيبهم. على حسب ترتيب. زي ما قلنا. تروح على هوت كيز. تروح على كاميرا كنترول. تروح على كل واحد منهم تحدد زي ما تبغى يا شباب. اه مو لازم تستخدمها اللي انا مساويه. هذا مش الديفولت. انا حاطط على نفسي F1. بعدين اللاي 1 2 3 4. بالترتيب من فوق لتحت. هذا اللاي 1 يعني. 2 3 4 5. فايش نسوي? اقلبهم بالترتيب اللي انت تبغى. انا انا دائما ارتبها زي كده. اخلي top هنا. اخلي جنج. هنا. mid. طبعا على حسب. وال support حقي. فأنا ماشي. اه. F2 شفت mid. سوري. اه هذا. هذا المفروض انه اللي تحت عندي. ابغى warwick معايا. هذا mid. والاثنين للبن. فأنا ماشي. F2 شفت اللي معايا. F3 شفت المد. F4 شفت الجنجل. F5 شفت التوب. اوكي? فزي ما قلنا يا شفاب. كل ما تسوي 2 مينيونز. ولا كل ما تجي تخش. تطرف في المينيونز. تطرف في الماب. تطرف في عينا كده. تشوف الماب. في احد. ما في احد. او. ابغى اروح نشوف هناك بسرعة. اه وانت بتسوي CS. تديها F2. بعدين F1 بسرعة. تديها F3. F1. عشان ترجع بسرعة. تديها F5. F1. او F4. F1. وتفر اللي تبغى. او بغى اشوف الجنجل. طبعا. والشي الثاني اللي انا انصح بي. وحتى هذا انا لسه بعلم نفسي بي. انا ماني كويس في. لما انا اي واحد يموت. اي واحد يموت. اه الطب حقي مات. بسرعة ابغى اشوف. عسري. اذا يقدر طبعا. اذا مات. عشان ايش. تبغى تشوف اذا اللي ادم اللي قدامه سوى. سوى. سوى الالتي حقته. سوى فلاش. سوى اقنايت. ضيع واحد من السيديز. ايش صاير في اللين. اللين ساير له بوش. اللين مو ساير له بوش. اذا اللين ساير له بوش. تقول الجنجل يا جنجل اطلع. اذا انت من الناس اللي شوت كولر. يعني تلعب مع تيم وشوت كولر. يهمك تكون عندك فيو على الماب كلها. الجنجل اكتر واحد يهمه يشوف كل اللينات. في اعتمد على لينك. انا عشان بشرح انا بشرح للجميع. ما يفرق ايش لينك. اذا انت جنجل. اه الجنجل مرة ضروري. يشوف على طول في كل اللينات. اي احد مات. اي احد دافف. اي احد. هذا الجنجل لازم يشوفه على طول. اذا انت في اللينات تانية. ايه ومو شرط. يعني مش باهمية الجنجل. وزي ما قلنا يا شباب. اوت كيس. سيلكت كل واحد. اللاي 1. 2. 3. 4. بالترتيب من فوق لتحت. روح على تاب. ترتبهم. هذا اللاي 1. هذا اللاي 2. هذا اللاي 3. هذا اللاي 4. وهذا انت. اذا عجبك اللي شايف يا شباب. ارجوك بالترجمة. اذا لا تنسوا يا شباب تشيروا. بيعطيكم السحر والعاف性. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو. السلام عليكم ورحبا. اشتركوا في القناة